بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نواصل وإياكم النظر والتأمل في كتاب الله عز وجل ما زلنا في سورة الشعراء وقد وصلنا وإياكم إلى الآية 160 نقرأ مقطعا من هذه الآيات ثم نبدأ في التفسير والتأمل والاستنباط يقول الله عز وجل بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيلة ولتكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبل تلولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الضلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله مولانا العظيم هذه الآيات البينات من سورة الشعراء ما يزال ربنا سبحانه وتعالى يقص علينا بإجاز واختصار قصص الأنبياء والمرسلين فبعد أن ذكر لنا قصة نبي الله نوح عليه السلام مع قومه وقصة نبي الله هود مع قومه عاد ثم قص علينا قصة نبي الله صالح مع ثمود وهؤلاء كان شأنهم الاستكبار والإفساد في الأرض سيقص علينا في هذا المقطع قصة قوم لوط وقصة أصحاب ليكه وكما سبق الذكر بأن كل قوم عندهم نوع من الفساد فالأوائل كان فيهم فساد العقيدة وكان فيهم الاستكبار والتمييز الطبقي بين الفقراء والأغنياء بين الأسياد والعبيد لكن العيب الذي سيكون في قوم لوط هو فساد أخلاقي الذكور يأتون الذكور وبالمقابل النساء يأتون النساء وهذا ما يسمى والعياد بالله باللواط والصحاق فعاقبهم الله تعالى لهذا الخلق السيء الذميم الذي تنزه عنه حتى الحيوان ثم سيدكرنا قصة أصحاب ليكه الذين كانوا أهل تجارة يبيعون ويشترون لكنهم لم يكنوا يزنوا بالقصطاص المستقيم كانوا يطففون في الكيل ويبيعون بالثمن الغالي ويحتكرون وكانت لهم رغبة وشراها كبيرة في المال ذكرنا أيها الأحباب الكرام بأن سورة الشعراء هي أصلا موجهة إلى سيدنا النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يواجه في مطلع الدعوة الإسلامية صدا وردا من كفار قريش حتى إنه كان يتألم كثيرا حينما يضيقون عليه الخناق كان سيدنا النبي يشعر بشدة في نفسه وفي قلبه فأراد ربنا عز وجل أن يسليه ويخبره بأن الأنبياء السابقين أيضا واجهوا شدائد كثيرة ففي مطلع السورة ربنا عز وجل قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم طاسيمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين أي أنك يا محمد تشعر بضيق في نفسك وصدرك وتعاتب نفسك لأنهم لم يؤمنوا وكأن الله تعالى يقول له لحرج عليك فإن الأمم السابقة أيضا واجهوا نفس المصير الأنبياء والمرسلين دعوهم إلى التوحيد دعوهم إلى التمسك بالدين القويم طلبوا منهم أن يتركوا القيم الأخلاقية السيئة ولكن منهم من آمن ومنهم من صد ورد الدعوة فقص الله تعالى عليه هذه القصص قصص الأنبياء تحدثنا من قبل عن قصة نوح وعن قصة موسى مع ثرعون وقصة هود وقصة صالح الآن مع قصة لوط نقرأ ونفسر يقول ربنا عز وجل كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون يبدأ القرآن الكريم بالنتيجة كذبت قوم لوط المرسلين هو رسول واحد فلماذا ربنا يقول المرسلين فالحق أن الرسل جميعا لهم رسالة واحدة فكلهم متفقون على نفس المنهج ليس هناك أديان كلمة هناك أديان متعددة كلمة خاطئة هناك دين واحد جميع الرسل وجميع الأنبياء جاءوا بدين واحد من عند الله وكل عصر وكل زمن وكل قوم انتشرت فيهم فاحشة أو نقيصة من النقائص يأتي ذلك النبي ليعالجها مثل الطبيب المتخصص في حالة من الحالات وكل الرسل إنما هم مبعوثين من طرف الله تعالى يسمى موكب النور يحملون لواء واحدا وكل من كذب برسول واحد فقد كذب بكل الرسل لاحظوا أننا في عقيدتنا الإسلامية الغراء نقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله نحن المسلمين حقا إنه الدين الحق لأننا لا نفرق بين الرسل نحن نؤمن بسيدنا موسى عليه السلام نؤمن به ونقدره تقديرا عظيما وقد ذكر في القرآن الكريم أكثر من 130 مرة ونحن نؤمن بسيدنا المسيح عيسى بن مريم وقد ذكر في القرآن الكريم أكثر من 25 مرة نقدره وربنا سمه روح الله ونقدر كل الأنبياء هذه العقيدة الصحيحة أنك تؤمن بكل المرسلين وكل الأنبياء وإذا قمت بالتنقص بنبي واحد أو كذبت بنبي واحد ذهب عنك الدين لهذا للأسف نجد بعض الأقوام من الديانات الأخرى لا يؤمنون بسيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ولهذا ضيعوا أنفسهم كذبت قوم نوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوط ألا تتقون دعوة الأنبياء السابقين أولا هي في تقوى الله ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم نوط نوط هو من قومهم وأخوهم وبني جلدتهم عاش معهم منذ أن وجد في الوجود وعشرهم ولاحظ فيهم أخلاقا ساقطة فاختره الله تعالى وبعته إليهم لكي يرشدهم لأن كل قوم لابد أن يكون فيهم نذير ما من أمة إلا وخل فيها نذير ويكون النذير والبشير من القوم يتكلم لسانهم ويحدثهم بلغتهم ويفهم منطقهم ويراعي عاداتهم وأعرفهم ويوجهم إلى ربهم إذ قال لهم أخوهم أخوهم فهو منهم وإليهم أخوهم نوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون كل الأنبياء دعوتهم إلى تقوى الله إلى طاعة الرحمن هذا هو المقصد الأساس من كل الديانات وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين هذا المقطع تكرر عند الحديث عن قصص كل نبي من الأنبياء دائما ربنا يقول هذا الكلام وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ليؤكد بأن أهل الدين وأهل الدعوة لا تهمهم الأجور لا تهمهم التعويضات لا تهمهم المناصب لا يهمهم الاعتراف بهم لأنهم لا يعملون مع الخلق إنهم يعملون مع الخالق ولا ينتظرون أجرا من الخلق ولا تناءل من الخلق وكل من انخرط في سلك الدعوة وسلك الإرشاد وأراد أن يسير في طريق الأنبياء والمرسلين والأولياء الصالحين ثم تجده يبحث عن متاع الدنيا ويتزلف عند كبراء القوم ليغضقون عليه من أموالهم اعلم بأن هذا قد أساء كثيرا للدين لأن أهل الأديان ودعاة الصالحين عبر التاريخ يتنزهون عن المال يقنعون بالقليل عندهم خلق القناع بالقليل ويؤمنون بأن العطاء إنما يكون من عند الله وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين لذلك كان الصالحون أيام زمان يقولون إذا رأيتم العلماء يتزلفون عند أبواب الحكام فاعلموا أنهم ليسوا بعلماء بل قالوا كلام سيء قال اعلموا أنهم منافقين لأن لا ينبغي أن يتزلف وإنما ينبغي أن يبلغي ويدعو ويرشد ويعود إلى حاله وينتظر الأجر من عند الله وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ثم ركز لوط عليه السلام على مشكل قومه ما هو مشكل قومه طبعا المشكل الأكبر هو مشكل الشرك ومشكل عبادة الأوتان لكن هناك مشكل عم وطم في قوم لوط إنه مشكل الفساد الأخلاقي قال أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون يا إلهي أعظم خطيئة في تاريخ البشرية وقعت في قوم لوط إنه انحراف بالنفس البشرية صار أقوم لوط يأتون الدكور الدكور يأتون الدكور صاروا يصنعون نواد نادي دي كلاب ويجتمع الرجال مع الرجال وهذا الأمر ما سبقهم من أحد من العالمين أول من قام بيد الخطيئة هم قوم لوط لهذا قال أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم المفروض أن الرجل يكون له علاقة مع زوجته التي هي على سنة الله ورسوله ولكن لا ينبغي أن يقع الذكر مع الذكر بل أنتم قوم عادون يعني أتنكحون الدكور من بني آدم وتتركون ما خلق الله باستمتاعكم وتناسلكم من أزواجكم إنكم بهذه المعصية قد تجاوزتم ما أباحه الله لكم من الحلال إلى الحرام الشنيع هذا انحراف خطير في الفطرة البشرية الله عز وجل خلق الذكر والأنت لكي يكمل بعضه بعضا وفطر كل منهما على الميل إلى صاحبه لتحقيق حكمة الله ومشيئته في امتداد واستمرار الحياة عن طريق النسل لماذا هناك ذكر وأنت ليكون هناك النسل نساؤكم حرث لكم المرأة حرث وبها عن طريق العلاقة الزوجية ينشو الحمل والأولاد والنسل لكن حينما يقع العلاقة بين الذكر والذكر هذا انحراف خطير وهذا لا يرمي إلى هدف ولا يحقق غاية ولا يتماشى مع الفطرة السليمة إن هذا يسمى شدودا وللأسف الشديد أن هؤلاء الناس لما اعتدوا على الفطرة السليمة ما الذي وقع في عهد لوطن لما أتى الذكور الذكور بقي النساء فبدأت النساء أيضا تأتي النساء فنشأ ما يسمى بالسحاق السحاق المرأة مع المرأة واللوات الرجل مع الرجل وهذا خلق منفر حتى الحيوانات العجماء البكماء لا تفعل هذا الصنيع وكان أول من صنعه هم قوم لوطن ثم استمر في التاريخ اليوم في عصرنا هذا هناك في العديد من الدول هناك تجمعات خاصة بمثل هؤلاء القوم أناس منحرفون يقولون إن طبيعتنا هكذا وعلينا أن نعيش على سجيتنا بل منهم من أنشأ قانونا حتى في الدول العربية والدول الإسلامية لما يلقون الرد والصد والتضييق منهم من هاجر إلى دول أوروبا وأمريكا حيث الحرية المطلقة وصنعوا لهم تجمعات ومنظمات بل عندهم مواقع هناك مواقع خاصة للمسلمين منهم ذكور مسلمين سني أو شيعي هو سني ومتدين لكنه في هذه الخصلة الدنيئة وعندهم موقع أول ما تزور هذا الموقع يبتدئك بحديث شريف يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويبدأ في صرد الآيات والأحاديث الضالة المضلة وهناك منظمات غريبة تعطيهم تمويل لكي يفسدوا عقول الشباب ويسمونها حرية فرضية يسمونها انطلاقا من القجود والأصل أن هذا الشدود وفيه من الأمراض الخبيثة ما الله به عليم وقد تبين في التاريخ أن كل مجتمع ساد فيه هذا الخلق الذمين والناس سكتوا عنه وتماد بين الناس يأتي العقاب هناك عقاب يأتي ضروري ومؤكد هذه سنة الله في الأرض ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا وللأسف هذه الظاهرة في العهود الأخيرة بدأت تتكاتر تحت يفطت حقوق الإنسان احترام حقوق الإنسان احترام الحرية الفرضية والكثير من الآباء والأمهات أعرف بعضهم يبكون بالليل والنهار أعرف أبا رجل صالح وابنه كان يزور هذه المواقع وللأسف وصرته العدوى فصر الأب يبكي عوضا الدمع دما بسبب هذا الخلق الذمين لما انتشرت هذه الظاهرة انتصب نبي الله لوط لكي ينصح قومه ولكي يذكرهم وينهاهم فبدأ يدخل عليهم إلى النوادي وإلى التجمعات ويقولوا يا قوم اتقوا الله واعبدوا ربكم فماذا قالوا له قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين هددوه إما أن تبقى معنا وتصمت شف اسكت وإما أننا سوف نكيل لك تهمة بأنك إرهابي أو أنك متطرف أو شيء من هذا القبيل في ذلك الزمان ونخرجك من أرضنا لإن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين فسيدنا لوط كان يعبر عن كلامه ولا يهدده الطرد ولا يخفه الطرد من البلاد فكان يقول قال إني لعملكم من القالين القالين قال قال ترك يعني تركت عملكم وأبغدته إني لعملكم لمن المبغضين بغضا شديدا لأنكم تقومون بشيء مخالف للفطرة نهى عنه رب العزة فكما قال ربنا في أي أخرى قال أخرجوا ألا نطئنم أناس يتطهرون انقلاب المفاهيم في كل زمان هناك انقلاب المفاهيم الأعراف والتقاليد والمفاهيم الإنسانية تقلب مثل منطق هيجل مع منطق كونت كان يسير على قدميه فصال يسير على رأسه هكذا هي القيم الأخلاقية تنقلب رأسا على عقب أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون صارت الفضيلة وصارت القيم الأخلاقية تهمة وسبة بها يطردوا الناس من بلادهم ويخرجون بعد أن بدل نطن عليه السلام جهدا كبيرا في الإصلاح قال رب نجني وأهلي مما يعملون كان يدعو الله تعالى أن ينجيه لأنه علم بأن العقب سوف يأتي حينما يأس من استجابتهم لدعوة الله تعالى طلب من الله أن ينقده وأهله من هذه الأعمال والمعاصي القبيحة خوفا من العقوبة التي ستصيبهم وطبعا ربنا وضع سن في الخلق أن الخلق إذا لم يستقيم تأتي عقوبة هذه قاعدة بالتاريخ نحن نفهم واقعنا المعاصر وما نعاني منه في هذه الأيام نفهمه بدراسة التاريخ الماضي وطبعا كتب التاريخ ليست كلها صحيحة لأن المؤرخ يكتب على هواه أو لإرضاء الحاكم أو لإرضاء جهة معينة وقد يغير ويبدل لكن التاريخ في القرآن الكريم هو كلام رب العالمين رب الكل فإذا كتبه الله تعالى وسرده فهو حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين الله تعالى باختصار يقول أنه قد وقع العقاب على قوم نوت وجاءت النجاة من نجى من العقاب؟ نجى نوت عليه السلام وأهله كان عنده بنات وكان عنده أولاد وكان عنده عائلة أنجاهم الله تعالى إلا عجوزا في الغابرين من هي هذه العجوز؟ هي الزوجته سيدنا نوت ابتلاه الله تعالى بامرأة سيئة ليس دائما الطيبون للطيبات والطيبين للطيبات والخبيتون للخبيتين والخبيتات الخبيتين ليس دائما هذه قاعدة ربنا يطلب في الاختيار لما تختار الزوجة لا بد للطيب أن يختار الطيبة ولا بد للطيبة أن تبحث عن الطيب لكن قد يقع العكس فهذا نبي الله نوت من الأخيار الأبرار لكن زوجته كانت فاسقة وكانت ناقلة للأخبار كانت بيّع ما يفعله نوت هنا كتبشي تقول الآخرين عندكم نوت سيفعل ويفعل احذروا تشتغل مع خصومه وكان يعلم هذا الأمر وربنا يستر ولكن في الختام الله تعالى عقبها مع القوم فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين لم تشاركم في الإيمان فكانت مع الباقين في العذاب والهلاك فقال تعالى ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين الله تعالى يخبر بأن الآخرين دمرهم جميع الذين كانوا يقومون بعمل أهل لوط سنين طويلة وربنا يمهل ولا يهمل ويستر ويطلب منا أن من ابتلي فليستتر في عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم جاءوا بمدنبين وخطات فماذا كان يقول قال استتروا ليه كان فيش فاضي حمد الفضائح على الأقل يستتر إذا ابتلي ثم فاستتروا لكن أن تقوم بها جهارا وتنشئ جمعية أو منظمة أو هيئة باسم حقوق الإنسان وباسم الحرية الفرضية وتأخذ تمويل من طرف منظمات عالمية معادية لأديان ومعادية للقيم الإنسانية وتستغل وسائل الإعلام وتنشر هذا الفكر بين الناس إنك تأتين بالضمار يكفين ما وقع لنا من هذا العذاب الأليم الذي دقناه في هذه الشهور الأخيرة ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ما هو العقاب الذي أصاب قوم نطر لم يصبهم طاعون ولا وباء وإنما أهلكهم الله تعالى بأن أنزل عليهم من السماء ليس مطر أنزل عليهم حجارة مثل المطر حجارة قوية جارحة كانت تنزل من السماء كالمطر فأهلكتهم لذا قال ربنا عز وجل فساء مطر المنذرين أي قبح مطر من أندرتهم رسلهم فلم يستجيب لهم وكان هذا فيه هلاك وتدمير لأجسامهم والعيد دفنوا في الأرض المطر لما كان ينزل حجارة يصيب الناس فيكسر العظام والرؤوس ثم صارت القرية كلها مدفونة وتحتها الأشلاء أشلاء البشر إلى أن قال الله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ثم يستمر الله سبحانه وتعالى في بيان هذه الأعمال عند قوم نطر فينتقل ويقول كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون أصحاب الأيكة من هم أصحاب الأيكة إنهم قوم قوم الشعيب عليه السلام كانوا يعيشون في موقع مدين مدين بين الحجاز وفلسطين حول خليج العقبة هؤلاء أصحاب الأيكة هم أيضا انتشر فيهم الفساد العقدي فكانوا يشركون بالله ويعبدن الأصنام لكن انتشر فيهم أمر خطير وهو التطفيف في الميزان والتلاعب بالأتمان وأكل أموال نسب الباطل لم يكن همهم الفساد الأخلاقي لاحظوا أن هناك من همه الرغبة الجنسية ولا يهمه المال وهناك العكس من يهمه فقط المال جمع المال واقتناز المال ولا تهمه الرغبة الجنسية وهناك من يجمع بين الصفتين والعياد بالله قال قال إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون دائما يبدأ بأنه رسول من عند الله وخبره فيه الأمانة لا يكذب لا يغير لا يبدل فاتقوا الله وأطيعون يطلب التقوى لله عز وجل وطاعة أحكامه ودائما يقول وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين لأن هذه تهمة لصيقة بأهل العلم وأهل الدين والأنبياء والمرسلين كل من أتى بيدعو الناس إلى الإيمان يتهمونه بأنه يبحث عن الزعامة أو يبحث عن الرياسة أو يبحث عن جمع المال أو يبحث عن كذا فربنا يكرر هذا المبدأ حتى يرصخ في أدهان أهل الإيمان وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين لأن المال إذا دخل إلى أهل العلم فسد علمهم إذا اجتمع المال والعلم فإن المال قد يؤثر على العالم وعلى الداعية وعلى المرشد فقد يغير ويبدل ويحرص على مصلحته ويخاف أن يضيع منه المال وتضيع منه الحضوة ولهذا تجده يتنازل أو يتراجع خطوات إلى الوراء فربنا يكرر هذا المقطع ليرصخ في القلوب والعقول وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ما مشكلة قوم شعيب مشكلتهم أنهم يتلاعبون في الميزان وفي الأثمان قال أوفوا الكيلة ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاص بالقسطاص المستقيم ولا تبخثوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين هذا القوم مشكلتهم هي هذه أنهم كانوا يتلاعبون في الميزان وفي المكيال يأخذون بالقسر والغصب ويأخذون ما هو زائد عن حقهم ويعطون أقل للناس من حق الناس كانوا يشترون البضائع بأثمان بخصة ويبيعونها بثمن مرتفع ولا يعرفون حق الفقير والمسكين هم كانوا في ممر القوافل التجارية يتحكمون في القوافل التجارية القوافل التجارية اليوم هي بحل الشركة الأسهم عندنا شركات عالمية تتحكم في الأسعار وترفع الدرهم والدولار وتغفضه كما تشاء هكذا كان أيام زمان أناس عندهم تحكم في ممر القوافل التجارية وقوم الشعيب كندا صنيعهم وتدرر الناس فئة صارت تغتني بقوة عندها أموة طائلة وفئات عريضة لا تجد حتى لقمة الطعام فصار هناك تمييز طبقي وتفاوت في الأرزاق فجاء سيدنا شعيب هو يدعو إلى الدين لكن لا بد أن يتحدث عن الدنيا الدين ليس مجرد مجرد عقيدة وقبر ونشور وبعت وحساب وأيضا الدنيا الدنيا وما فيها من تجاوزات وما فيها من ظلم وما فيها من إفساد لا بد صاحب الدين أن يتحدث عن هذه الأمور ويتدافع من أجل الإصلاح ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله ولولا دفاع الدفع سنة التدافع فسيدنا شعيب كان يأمر قومه بأن يتعاملوا بالعدل والقسط وأن لا يأكلوا أموال الناس بالباطل لكن القوم كانوا يرفضون هذا الكلام واعتبروا بأنه تدخل في شؤونهم قالوا يا شعيب أنت لك الأمر الديني قل ما شعيت ولكن إياك أن تتحدث عن أمر الدنيا لأنه خاص بنا نحن الأسياد والتجار كان يأمرهم فقط بحسن المعاملة ويقول إن المعاملة الحسنة هي جزء من العقيدة الصحيحة هؤلاء القوم كانوا لا يزينوا بالميزان العد المستقيم وكانوا يأكلون أموال الناس بالباطل وبعد أن يجمعوا الأموال يكثروا في الأرض الفساد بالنهب وبارتكاب المعاصي وتخويف الناس ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين طالما منهم أن يتقوا الله واتقوا الذي خلعكم والجبلة الأولين يعني خافوا ربكم عز وجل وخافوا الأمم المتقدمة ما وقع عليهم أذكروا والجبلة الأولين يعني الأمم المتقدمة عليكم أذكروا ماذا وقع عليهم نفس القانون القانون الإلهي لا يتغير كل قوم من يدرس علم الاجتماع أو يدرس علم النفس يخرج بقواعد عامة تحكم نظام النفس البشرية ونظام التجمعات البشرية هذا استنباط عقلي من طرف بعض العلماء وكان مؤسسه ابن خلدون في المقدمة في علم العمران وأسسه أيضا علماء آخر في الغرب ولكن يبقى اجتهاد فيه أخد ورد وصواب ونقصان لكن القانون الإلهي لا يعتبر خطأ ولا نقصان لأنه من عند رب العالمين الصانع ونحن المصنوعات واتقوا الذي خلعكم والجبلة الأولين أي الأمم المتقدمة عليكم ماذا وقع لهم فبدأ سي بن شعيب ينصحهم ويرشدهم ويبحث عن أي تجمع إلا ويدهب ويدخل في غمار التجمع وينصح وتبعه فئة من أهل الإيمان وأهل اليقين وخصوصا الفقراء والمساكين لكن أصحاب المال والأسياد عادة يرفضون مثل هذه الدعوات لأنهم سوف يفقدون مصالحهم وامتيازاتهم ومكانهم وكلمتهم المسموع فأرادوا أن يتخلصوا من شعيب بماذا اتهموه اتهموه بأنه ساحر أو مسحور قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين اتهموه بأنه إما أنه مسحور إنسان عنده خل العقل إنسان يهدي هذيانا وإما أنه وساحر أراد أن يسحر هؤلاء الفقراء والمساكين ويجرهم إليه ويكون أتباع وقولهم وما أنت إلا بشر مثلنا لو كنت نبيا لكنت ملكا مثل الملائكة النورانيين أما أنت بشر مثلنا تأكل وتشرب وتمشي في الأسواق وعندك زوجة وأولاد أنت مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين مجرد كذب وبوتان فيما تدعيه من هذه الرسالة دعوى النبوة عندك ساقطة فقالوا له لو كنت صادقا يا شعيب أرنا عذاب الخالق قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين فبدأ ينتظر عقاب الله عز وجل وقال ربي أعلم بما تعملون أنا مجرد مجرد نبي ومجرد بشر ولكن الله تعالى من فوقنا ينظر ويسمع ويحكم فلا تتعجلوا نهايتكم فقال ربنا عز وجل فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الضلة إنه كان عذاب يوم عظيم لا إله إلا الله يوم الضلة هذا يوم خطير لما كانوا يستهزئون به قال لهم من أرد أن يتبع هذه الدعوة سيكون من النجيم ومن رفض فعنده أيام معدودات وسوف يجد العذاب كانوا يسخرون منه قال أرنا أرنا هذا العذاب يسمى يوم الضلة ما هو العذاب الذي أصاب هذا القوم والعياد بالله ربنا أصابهم بحر شديد حر خانق يكتم الأنفاس ويثقل الصدور الحرارة تجاوزت الستين وسبعين درجة الناس شعروا باختناق هذا حر قوي وفي لحظة ترأت لهم سحابة في السماء سحابة تحمل بردا ونسيما عليلا فصعوا يجرون ويجتمعون تحت السحابة لكي يستمتعوا بظلها ويستمتعوا ببردها ونسيمها وقطرات النذى فاستضلوا بها وجدوا لها بردا ولكن في الحقيقة السحابة ما هي إلا فخ من السماء إذا هي صاعقة مجلجلة مدوية تفزعهم التهبت عليهم نارا السحابة عودة أن تمطر الماء التهبت عليهم نارا فأحرقتهم أجمعين فكان هلكهم جميعا في يوم شديد الهول فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الضلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين في ذلك دلالة واضحة على قدرة الله تعالى في مؤاخذة المكذبين عبرة لمن يعتبر من أراد أن يعتبر بجلال الله وعظمة لهذه آية لكن سيبقى دائما أناس شككون ويقولون هذا غضب الطبيعة وهذا تغير في المناخ وهذا نظام كوني وينسون بأن الذي يحرك الطبيعة ويحرك المناخ ويحرك النظام الكوني المبدع والصانع لهذا الكون وهذا الخلق إنه رب العزة وإن ربك له والعزيز الرحيم أي ربك عزيز في نقمته إذا انتقم من أعدائه لكنه كريم بعباده الموحدين ورحيم بهم هكذا أيها الأحباب الكرام تنتهي القصص هذه القصص من سورة الشعراء سبعة قصص قصة موسى مع فرعون وقصة نوح مع قومه وقصة هود مع قومه وقصة ثمود وقصة شعيب وقصة لوط سبعة قصص ربنا عز وجل تلاهم على مسامع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو كان يتأثر من من أفعاله كفار قريش وكأن رب العز يقول له يا محمد إذا كنت تواجه التكذيب والإعراض من طرف قومك ف اعلم بأن الأنبياء الصابقين أيضا وجهوا التكذيب والإعراض من قومهم والخاتمة للمتقين لهذا ربنا قال له لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين لعلك معاتب نفسك باخع ألا يكون مؤمنين إن شاء يعني قوم قريش ومن حولهم في ذلك الزمان يا محمد لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين إن شاء ننزل عليه من السماء آية فظلت أعماقهم لها خاضعين ربنا رحيم ولكنه لا يعدب مباشرة وإنما يأتي بعداب خفيف حتى إذا رجع الناس إلى ربهم وإذا تابوا إليه يرفع ربنا العذاب أما إذا تمادوا في ذلك فإن العذاب يزيد نحن في زماننا هذا لا شك أننا نعاني من هذا الفيروس القاتل المسمى بالكورونا بعض الناس يقولون إنه ظاهرة طبيعية خلقها الله عز وجل كما خلق الظواهر الطبيعية ويقفون هنا بمنطق عقلي تحليلي مادي البعض الآخر يقول لا هو فوق كل هذا هو جندي من جنود الله وجاء لكي يردع الناس ويعيدهم إلى طبيعتهم البشرية المستقيمة وينتصر الحق على الباطل ويقتربون من ربهم ويترقون عنهم المحرمات ويترقون عنهم الشبوهات وينتظموا في السير نحو حبل الله المتين الناس أشكال وألوان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان ويرفع عنا هذا البلاء اللهم ارفع عنا هذا البلاء اللهم ارفع عنا هذا البلاء اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وأزواجنا وأباءنا وأمهتنا وإخواننا وأخوتنا وأحبابنا وأقاربنا وجيراننا وكل ما لوحق علينا واحفظ جميع عبادك المؤمنين اللهم احفظنا من هذا الوباء اللهم احفظنا من هذا الشقاء اللهم إنا إليك تبنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إننا نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إننا نتوب إليك ونستغفرك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إن كان ما أصابنا من هذا الوباء المسمى بالكورونا إن كان قد أصابنا بسبب ذنوبنا وبسبب تفريطنا في الدين فإننا يا ربنا ما فعلنا ذلك إلا لضعفنا فإننا نعترف بخطايانا ونستغفرك ونتوب إليك ونرجو منك يا ربنا أن تحشرنا مع الفرقة الناجية مع أهل الإيمان واليقين وأن تدفع عنا هذا البلاء اللهم ادفع عنا هذا البلاء اللهم بعد بيننا وبينه كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنا منه كما ينقى الثوب البيض من الدنس اللهم اغسلنا منه بالماء والتلج والبرد اللهم يا رحمن يا رحيم احفظنا في الذهاب والإياب في الجلوس والقيام في اليقضة والنوم في الحركة والسكون احفظنا واحفظ جميع عبادك المؤمنين قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالم